وكالة رويترز للأخبار تتراجع وتعتذر لرئيس مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا ماجد ذازير بسبب تصنيف المركز على نحو غير مشروع بأنه إرهابي التراجع لم يكن سهلاً إذ اضطر مركز والعودة للذهاب إلى المحكمة العلية لانتزاع حقوقه اشتركوا في القناة وللمزيد معنا في الستوديو ماجد ذازير رئيس مركز العودة الفلسطيني مرحباً بك أستاذ ماجد بداية لماذا وكيف وقعت وكالة مرموقة مثل رويترز في هذا الخطأ والذي انجرت عنه ربما تدعية كبيرة على عمل المنظر بسم الله الرحمن الرحيم ضمن التجارة المعلوماتية تملك رويترز ما يعرف بي الورد شيك وهذه قائمة تعطى لمشتركين والمشتركين في العالم ما يقرب من 4500 ما بين حكومة ومؤسسات مصرفية منها أكبر 49 بنك من أكبر 50 بنك في العالم تصنف الناس على معلومات واهية على معلومات قد تكون من طرف آخر في حالتنا احنا مركز العودة الفلسطيني ورئيس المركز هو المخابرات الإسرائيلية ووزارة الانتفاع الإسرائيلية التي تلاحق الناشطين الفلسطينيين والدعمين الحق الفلسطيني في العالم هذه القوائم تصعب المهمة على كل من يريد أن يعيش بشكل طبيعي يتحرك بشكل واضح بصاري هل أن رويترز لم تتحرك فيها؟ كيف وقعت فيها؟ هذا بزنس عالمي بالملايين فبالتالي شروطها وما إلى ذلك تكون ليست شروط عانية تأخذ معلومات بالجملة بشكل أو بآخر فهذا ما يعرف بالوردشيك هذه صعابة المهمة موجودة من سنة 2000 اعتمدتها الدول والبنوك شيء من الحصانة أي اسم يأتيها لا تتحرى عنه فبالتالي تقوم بشيء من الإغلاق فيما يعتقد أنتم ذهبتم إلى المحكمة لإسترجاع في البداية ذهبنا عن طريق طاقم محامين إلى الوردشيك نفسه المملوك للرويترز لميتد بأننا نقول لهم هذا التصنيف خاطئ وهذا التصنيف ظالم وهذا التصنيف يقترب إلى أن يكون جريمة ويجب أن تتراجعوا أخذنا أشهر حتى أنهم لم يقتنعوا فثم ذهبنا إلى التهديد بالمحكمة عن طريق طاقم محامين قوي جدا فهناك ذهبوا إلى حالة استسلام انشئت في أن التسوية خارج المحكمة ثم عمدت في المحكمة صباح هذا اليوم فأصبحت قانونية أمام القاضي هذه التسوية اعتذار تعويض مالي دفع كل أتعاب المحامي لسنة كاملة رزالة اسم رئيس المركز عن تصنيف الإرهاب حاولوا جاهدين أن لا نأتي إلى المحكمة بمرافعة أخرى ثم القاضي قال يجب أن تأتوا أمامنا في المحكمة هذه التعويضات هل يلغي تأثير وتدعيات هذا الخطأ على سمعة وعلى عمل وقدرة المنظمة على العمل اليوم بأبرز تدعيات خلفها هذا الخطأ بالتأكيد وجود هذا التصنيف يصاحب المهمة على هذا هناك ممولين رئيسيين لمركز العودة الفلسطيني المدافع عن الحق العودة التلاجين الفلسطيني إلى ديارهم توقفوا عن هذا الموضوع لأنها بإدماء هذا التصنيف هناك من لوحق منهم وأغلق حسابه له في هذا المجال فبالتالي نعم هذه حرب إسرائيلية انشأت معذرة قادرة على كل من يريد أن يتصدر الحق الفلسطيني في الغرب الأوروبي خاصة في بريطانيا التي تعتبرها دولة الاحتلال يعني منذورة لها مساحة لا يمكن أن يتحرك فيها إلا اللوب الصهيوني فبالتالي اختراقات التي حقها المركز عبر العلاقات السياسية مع البنواب وعبر رسال وفود وعبر وصول إلى منصة الأمم المتحدة كل هذا الإنجاز المربوط بحق عودة اللاجين للفلسطين أجعد الإسرائيليين وكانت الوردشيك إحدى الوسائل لهذا الموضوع فبالتالي القضية تعتبر أسبقية بالنسبة لهذه الحالات في أن الرواية الإسرائيلية لم تصمد ولم تقدم دولة الاحتلال أي دفوع يمكن أن تستخدمها رويترز أو ووردشيك لأن يرقى رئيس مركز العودة الفلسطيني إلى أن يكون على قائمة الإرهاب فتراجعوا كل هذا التراجع لك أن تتخيل أتعاب مكتب محمى في وسط لندن لمدة سنة بكل طاقمها أن تدفع التعودات له وأن يتراجعوا مجرد هذا التراجع هي مدعاة إلى كل النشاطاء أن يتصدروا إلى مثل هذه القضايا بالفعل كل الدعم لمركز العودة الفلسطيني وقرار المحكمة ربما عاد بعض من الاعتبار للمرضمة ولي المركز سكرا جزيلا لك ماجد زير رئيس مركز العودة الفلسطيني